السلام عليكم ان شاء الله هحاول اعرض لكم الامتحان الاول عشان تحاولوا تحلوه وبعد كده توقفوا الفيديو وتحاولوا تحلوا لوحدكم وبعدين تتأكدوا من النواتج بعد كده من الفيديو اللي انا حل فيه الاسئلة حاولوا الاول تحلوا لوحدكم وبعد كده نحاول لو فيه معانا مسألة ولا حاجة نتأكد من الحلول اللي انا حلاها هعرض لكم الاسئلة كده هم حوالي خمسة وعشرين سؤال اخر صفحة في الامتحان نبدأ نحل السلام عليكم ان شاء الله هنكمل حل كتاب الوسام المراجعة النهائية هنحل اختبار على الفصل الثاني زي ما احنا حلنا اختبار على الفصل الاول طبعا في بعض الاختبارات لسه ما تحلتش هنحاول نحلها بإذن الله تعالى بس انا ده الوقت كنت عايزة ان نراجع على الفصل الثاني السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة لكل من ما يبطي سلك على هيئة حلقة دائرية يمر به طيار يولد فيض في مركز الحلقة دي فاذا اعيدة لف السلك لتلات لفات يعني الاول كان عندي حلقة بلفة واحدة يعني ان واحد كانت بواحد وبعدين هعيد التشكيل يبقى عدد اللفات تلات لفات وهمرر نفس الطيار فانك هسافة الفض في المركز اول ما تسمع ان عندك مسألة عن الملف الدائري فيها اعادة تشكيل على طول هتستخدم القانون ده تعمل نسب بين بي واحد على بي اتنين هتساوي ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع او ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع طبعا احنا استنتجنا القانون ده قبل كده ده القانون الخاص باعادة تشكيل السلك لتكوين ملف بحيث ان احنا نخلي يكون عندنا عدد لفات في الحالة الاولى وبعدين باعادة التشكيل نغير في عدد اللفات طيب امتى استخدم بي واحد على بي اتنين بتساوي ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع لو عندي المسألة فيها معلومات عن الان زي المسألة دي طب امتى استخدم b1 على b2 بتساوي r2 تربيع على r1 تربيع لو كان قال لي في المسألة نصف القطر الاول بكذا ونصف القطر في الحالة التانية بكذا طيب وليه ما كتبتش الطيار عشان قال لي نفس الطيار طب لو كان الطيار ما اتغيرش يبانا هقول b1 على b2 هتساوي n1 تربيع على n2 تربيع وهضرب الاي تربيع الاي1 على اي2 طيب لو عايزة اختب بالار هقول بي واحد على بي اتنين هتساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع في اي واحد على اي اتنين لان الاي مع البي طرد بس هو دلوقتي الاي واحد هي نفسها الطيار فاحنا نطيارها ويبقى القانون ده او ده في حالة المشألة دي طبعا هنا عارف عدد اللفات في الحالة الاولى وعدد اللفات في الحالة التانية عوض في القانون ده هقول بي واحد على بي اتنين بالساوي عدد اللفات في الحالة الاولى واحد ربع الواحد تربيع الواحد واحد في الحالة التانية تلاتة ربع التلاتة تبقى تسعة اضرب طرفين فاسطين بي اتنين في واحد بي اتنين هتصبح بي اتنين تسعة بي واحد وهو قال لي بي واحد بي بي يبقى بي اتنين هتصبح تسعة بي يعني الاجابة الصحيحة رقم جي بخصوص القانون اللي انا استخدمته في حل السؤال الاول أنا ممكن أسيب لكم الفيديو في التعليقات أو في صندوق الوصف علشان خاطر تعرفوا القانون ده جي منه السؤال لرقم اتنين عندنا سلكين متعمدين في مستوى أفقي واحد يمر فيه طيار شدته آي والتاني بيمر فيه طيار شدته اتنين آي فعايز يعرف نقطة عادل هل هي نقطة واحدة ولا بتبقى نقطتين ولا عدد لا نهائي ولا لا توجد نقاط عادل الاحتمالات اللي عندي أنا لو عندي طيار بالمنظر دول يعني عندي سلكين أفقيين هيبقوا بشكلهم زي ما أنا رسمتهم كده طب تعالوا نحدد كده اتجاه المجال السلكي ده لو افترضنا ده اتجاه الطيار يبقى النحية ده اكسات والنحية ده نقط هنا الإبهام مع الطيار يبقى ده كده اكسات وديا نقط يبقى أنا عندي مربع ألف به جيم دال المربع ألف فيه اكسات وفيه نقط يعني منطقة طرح والمربع به ده هيبقى جمع عشان نقط ونقط هنا عندي المربع ده طرح هيبقى فيه اكسات ونقط يبقى طرح وهنا اكسات وإكسات يعني جمع يبقى احتمال نقطة تعادل في المربع ألف أو المربع دال تمام فين بقى تعالوا نعمل مثال كده علشان نشوف نقطة التعادل هيا هي نقطة ونقطتين تلاتة والعدد لا نهائي احنا بنقول ان احنا عندنا قانون لنقطة التعادل اي واحد على مسافته بتساوي اي اتنين على مسافتها بالنسبة للنقطة التعادل ده القانون اللي احنا بنستخدمه لما يكون عندنا نقطة التعادل لو انا افترضت اي واحد باي على مسافته دي واحد واي اتنين باتنين اي على مسافته دي اتنين الاي هتروح مع الاي يبقى انا عندي دي واحد على دي اتنين مقدم على مقدم بساوي واحد على اتنين يعني النقطة التعادل هتتحقق لو كانت النسب بين المسافات واحد لاتنين يعني النقطة بتبعد عن السلك الاولاني مربع تكون بتبعد عن السلك التاني مربعين تعالوا كده نحقق الكلام ده أنا رسمتها في كراسة رسم بياني آدي الاتنين آي وإدي الآي تعالوا نشوف ممكن تبقى نقطة التعادل فين طبعا نقطة التعادل هتبقى في منطقة الطرح وإحنا اتفقنا لدي طرح والمربع اللقصدها ده طرح طيب هي قريبة من الطيار الضعيف آدي السلك الأولاني لو هي هتبعد عن السلك الأولاني مربع يبقى تبعد عن السلك الثاني مربعين زي ما إحنا استنتجنا النسب طيب هل هي دي النقطة الوحيدة طيب تعال نبص على النقطة دي هنا بتبعد عن السلك دوا لازم بيبقى بنسبة 1 ل2 بتبعد هنا المسافة دي 1 دي 1 اهي كم مربع 2 طيب ودي 2 كم مربع 1 2 3 4 يبقى انت عندك 2 4 يبقى 1 ل2 يبقى نسبة هي دي 1 على دي 2 ما زالت 1 على 2 اذا دي نقطة تعادل طيب ما دي كمان اهي تعالا كده نشوف هنا كم مربع واحد اتنين تلاتة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني دي واحد على دي اتنين دي واحد تلات مربعات ودي اتنين ستة يعني واحد لاتنين طول ما دي واحد على دي اتنين تديني النسبة لنا استنتجتها يبا دي تنفع تبقى نقطة تعادل وهكذا يبا احنا عندنا دلوقتي عندنا عديد من نقاط التعادل على امتداد السلك لو هتلاحظوا هتلاقوا نقاط التعادل دي هتبقى على استقامة الخط ده يبا طول الخط ده كده عليه عديد من النقاط اللي هي تعتبر نقاط التعادل وبالتالي انا كمان ممكن احدد الخط اللي عليه نقاط التعادل ازاي عن طريق مثلا المسلس ده واجيب تاني الزاوية اقولك بالزبط الخط ده فين واجيب هنا فرق الصادات على فرق السينات بالمربعات واعرف الزاوية دي قيمتها قد ايه طيب في المربع الثاني نفس الكلام دون الضلع اللي هو كونتو اي لازم يبعد عن النقطة مربع والتنين اي يبعد مربعين يبا دي نقطة التعادل النحيا دي برضو النقطة دي بتبعد مربعين وهنا اربعة يعني برض اتنين لاربعة بنسبة واحد لاثنين ودي كمان نقطة التعادل يعني لو مدت الخط ده كمان الجهة الاخرى اهو هتبقى عليه اهو العديد من نقطة التعادل يبقى استنتجت معلومة جديدة اهو يبقى الخط ده انتداده سواء من هنا او هنا هتلاقي عليه عديد من نقطة التعادل عدد لا نهائي من نقطة التعادل وبالتالي الاجابة الصحيحة تبقى رقم جيم عدد لا نهائي من نقطة التعادل السؤال لرقم ثلاثة في فكرة حلوة بقولها في شكل موضح تدريج الاميتر كانت اقصى زاوية انحراف المؤشر 100 درجة فعايز نسبة المقامة R1 الى R2 R1 مكتوبة على التدريج يعني دي Rx ودي Rx تمام طيب احنا كنا متعودين ان احنا نعرف قيمة Rx بس اعرف المؤشر ده عند قد ايه من التدريج ربع التدريج خمسة التدريج هو هنا استخدم لغة الزاوية يا طرح هعرف انا كم التدريج دلوقتي انا عايز اعرف انا قد ايه من تدريج الطيار يعني انا عندي كم من الاجي وهنا انا عندي كم من الاجي طيب تعالوا بص كده معي هو قال لي الزاوية دي كلها 100 تعالى هنا انا هتعامل مع تدريج الطيار تدريج الطيار عكس تدريج المقامة فتدريج الطيار بيبدأ من هنا السف طيب يبدأ المؤشر يتوجد هنا عند R1 فهو كان اكيد عند السفر فانحرف الانحراف ده انحرف 10 من اصل 100 لان تدريج كله 100 يعني 1 من 10 يعتبر هنا التدريج هسمي هنا بقى الطيار هنا يعتبر 1 من 10 اي جي تمام والR2 هنا انحرفت كان المؤشر هنا عند السفر انحرف ده كله فهي كده انحرفت 10 و 70 80 80 من اصل المية يبقى انا بقول دلوقتي هنا عند 8 من 10 اي جي يبقى دي 1 من 10 اي جي ودي 8 من 10 اي جي تمام عايزين بقى نجيب R1 و R2 ونعمل بينهم نسب هنستخدم القانون اللي بنقول فيه R1 او هنسامي مسلا تعال ناخد قانون الطيار اللي هو اي جي على الاي بساوي Rx زائد R داش اللي هي R الجهاز على R داش الاي جي سيبها اي جي والاي تعال نتعامل مع الاي ديا اللي هي عند واحد من عشرة اي جي يبقى واحد من عشرة اي جي بتساوي الRx ديا اسمها R1 زائد R داش على R داش اللي هي المقصود بها الجهاز الاي جي هتطير مع الاي جي نوزع الواحد من عشرة على الR1 و على الR داش طب واحد من عشرة R1 زائد واحد من عشرة R داش هتساوي R داش تمام حوالي دي النحية دي عندك واحد R داش شين من واحد من عشرة هيبقى تسعة من عشرة R داش وهسيب R1 بالواحد من عشرة اللي جنبها في النحية التانية يبقى انا عايزة اعرف R1 بتساوي كام هتساوي تسعة من عشرة R جهاز على الواحد من عشرة يعني بتساوي تسعة R داش يبقى انا كده حصلت على R1 عايزة احصل بنفس الطريقة على الR2 هستخدم نفس القانون اللي هو IG على ال-I بيساوي Rx زائد R جهاز على R جهاز ال-Ig هسيبها IG هنا ال-I عرفته تمانية من عشرة IG وهنا ال-Rx سمتها R2 زائد ال-R الجهاز على R الجهاز اللي جوه الأوميتر دي هتطور معدي هنوزع التمانية من عشرة يبقى تمانية من عشرة R2 زائد تمانية من عشرة R داش بيساوي R داش هودت تمانية من عشرة الناحية التانية يبقى انا عندي واحد أشين منها تمانية من عشرة تبقى اتنين من عشرة R داش هتساوي تمانية من عشرة R2 يبقى انا عندي R2 بيساوي البعيد على القريب يعني اتنين من عشرة R داش على تمانية من عشرة هتساوي طبع العلامة هتروح مع العلامة هتساوي واحد على ربعة R داش يبقى انا كده جبت R2 وعندي R1 أعمل نسبة يبقى R1 على R2 بتسوي 9R' على ربع R' دي هتروح معادي مقام المقام بسط يبقى 9 ف4 بستة وتلاتين يبقى النسبة ستة وتلاتين على واحد هدوف الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم B سؤال رقم 4 حلقة نصف كترها R يمر بها طيار شدته I مستوها عمودي عن مجال مغناطيس منتظم B فإنها تتأثر بقوة تسوي إيه إحنا دلوقتي اخدنا القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك لما يكون الموصل مش سلك واخد أي شكل من الأشكال فبتبقى عندنا إشكالية في طول السلك يعني إحنا عندنا القوة المغناطيسية لF بساوي BIN في مشكلة بتقابلنا في الطول لما بيكون الشكل عندنا مش سلك مستقيم ففي الحالة دي بنتعامل مع الطول على إنه إيه؟ على إنه إزاحة الشحنة في خلال السلك طيب السلك دون مصار يعني دايرة وإزاحة الشحنات خلال الدايرة بسفر وبالتالي لما جا عوض عن ال L عوض بسفر فهتنتج إن ال F اللي هتأثر على الدايرة دي هتبقى قيمتها بسفر يعني الاختيار الصحيح رقم D السؤال لرقم خمسة عندنا سلك طول و L في مستوى أفقي موضوع في مجال مغناطيسي عمودي على مستوى السلك كسافة الفيت B وطيار السلك I فإنه يتأثر بقوة شكلها إيه؟ طبعاً القوة اللي استائلين عليها إن ال F بساوي BIN L صين سيتا إنت محتاج زاوية عشان تعود بيها في القانون طبعاً اللي محتاج زاوية أول ما بيشوف الثلاثين بيتمسك بيها إنت أي زاوية بتبقى بين حاجتين؟ هل الثلاثين دي هي الزاوية اللي إنت بتحتاجها؟ هل الثلاثين دي بين السلك وبين المجال؟ هي الثلاثين بين السلك صحيح لكن مين الخط المنقط ده؟ الخط المنقط ده خط وهمي خط على الصفحة ما هواش المجال أمال إيه؟ لما يكون السلك أفقي يعني السلك موجود على الصفحة وعندي المجال عمودي على الصفحة إذن سوف يكون عمودي على كل نقطة في الصفحة يعني عمودي على كل نقطة في السلك وبالتالي هنا الزاوية هتبقى بتسعين المجال عمودي على الصفحة إذن هو عمودي على السلك والزاوية اللي بين السلك والمجال هتبقى بتسعين وصين تسعين بواحد يعني ال F في النهاية هتبقى BIN ال هضع في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم بي السؤال رقم ستة سؤال فكرته حلوة بصراحة الامتحان كله فكرته افكاره حلوة بتمشي مع النظام الجديد سلك طوله ال شكله على هيئة حلقة دائرية يمر به طيار شدته اي فعايز عزم سناء القطب عزم سناء القطب رمزه ام دي بيساوي ايان تمام بس هي حلقة يبقى عدد اللفات بواحد يبقى ازا الام دي عبارة عن اي في ايه تمام الاي هتنزل زي ما هي المساحة باي ار تربيع طيب انا مش عارفة نصف القطر بكام نصف القطر للحلقة بكام بس انا عارفة انها حلقة واحدة يعني عدد اللفات بواحد في قانون لعدد اللفات الان بتساوي اللي سلك على تو باي ار ملف ادي الار ايه نصف قطر الملف ههو هقدر اجيبه من هنا لو انا عوضت عن الان بواحد هيبقى الار بساوي اللي سلك طرفين فساطين على اتنين باي هاخد المعلومة دي وعوض بها هنا هقول الام دي بساوي ادي الاي زي ما هي وادي الباي زي ما هي هشيل الار تربيع بكتب القيمة دي بس هربعها يبقى الال هنا تتربع تبقى ال تربيع والاتنين تتربع تبقى اربعة والباي تتربع تبقى باي تربيع تروح الباي مع التربيع ويبقى الناتج عبارة عن اي اللي تربيع على اربعة باي يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار رقم جيب السؤال لرقم سبعة عندنا جالفانومتر مقومته وعشرين اوم يبقى الار جي عبارة عن عشرين اوم يقرأ اقصى طيار الاي جي عبارة عن نص امبير يراد زيادة قراءته بمقدار يعني احنا عايزين نعدل القراءة دي ونزودها ناخد مدى جديد الاي جديدة عبارة عن ايه بقى خلي بالك هي المشكلة كلها في الاي جديدة قمتها كان يراد زيادة قراءته بمقدار عشر امثاله خلي بالك من كلمة بمقدار يعني انا هزود على المقدار ده النص عشر امثاله يعني عشرة في نص هو بيقرأ نص هنزود عليه بمقدار عشر امثاله وهيبقى الناتج خمسة وخمسة من عشرة امبير يبقى متى وصلت لقيمة الاي اقدر اجيب بقى مجزق الطيار اللي هو الار اس ار اس الاي جي قيمتها بنص الار جي بعشرين الاي بخمسة وخمسة من عشرة ناقص الاي جي اللي هي بنص هتطلع القيمة اتنين اوم هندهر في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم جي سؤال رقم تمانية عندنا سلك من ثلاث اجزاء كما بالشكل مستوى عمودي على المجال مغناطيسي كسافته بيه يحمل طيار شدته اي عايزي تأثر بقوة ايه التاني مرة بيسألني عن القوة اللي بتأثر على حاجة ما هياش سلك مستقيم يعتبر اه كان سلك مستقيم وبعدين عملنا منه كيرف وبعدين رجع تاني مستقيم في الحالة دي هتعامل ازاي انا هتقابلني اشكالية بخصوص الطول اللي هتعامل معي احنا عندنا القانون طبعا هنا المجال عمودي على السلك يعني الف بالساوي بي اي ال ما فيش مشكلة في البي ولا في الاي المشكلة في الطول احنا اتفقنا ان الطول اللي هنتعامل معاه عبارة عن ازاحة الشحنات في السلك فلو احنا بدأنا من هنا وانت عينا هنا فين الازاحة الازاحة اللي هو الخط المستقيم اللي بيشمل او اللي من نقطة البداية لحد نقطة النهاية هي دي الازاحة طيب الازاحة دي يبدأ انا هقول b و i هندقل'll i هندقل اطول اللي هنا من هنا الهين ر ومن هنا الهين ر ادي 2R كده ومن هنا الهين ر ادي 3R ومن هنا الهين 4R يبه احنا معانا 4R في 획اذة الا 4R ونرتب الاربعة الاول يبهى 4R هندور في الاجابات هنلاقي الاجابة الصحيحة على رقم جيب. اربعة بي اي ار. سؤال لرقم تسعة سلك كما بالشكل يمر به طيار ستة انبير. فان كسافة الفض في المركز عند الاو كان. طيب تمام. احنا دلوقتي عندنا السلك فين السلك اهو. السلك ده واخد الشكل ده. هيمشي فيه الطيار كده. الستة كده برضو. ده كده السلك. تمام. طيب هل الجزء ده هيكون له كسافة فين عند النقطة او? طبعا لا. ليه? لان البي النتيجة من السلك بتساوي سفر على امتداده. امتداد السلك المجال ما بيجيش على السلك ولا امتداده. طيب يبقى السلك ده ملهوش كسافة فيه. طيب السلك ده له كسافة فيه. ده عند النقطة او? طبعا كمان السلك ده. لا. ليه? لان السلك ملهوش مجال عليه ولا على امتداده. طيب كده يبقى اصبح معايا جزء من ملف دائري. وده كده. وده كده. يبقى انا هاعتبرهم تلات ملفات دائري. طيب الا القانون الخاص بالبي النتيجة من الملف الدائري. ميو ان اي على تو ار. انا محتاجة اعرف عدد اللفات بكام. ومحتاجة اعرف الار اللي هو نصف قطر الملف كام. طيب عدد اللفات عندي قانون لعدد اللفات بيساوي سيتا على تلتمية وستين. السيتا هنا بتلاتين. تلاتين على تلتمية وستين. هتطلع واحد على اتناشر. كل العدد اللفات دي كلهم تلاتة دول زويتهم تلاتين. يبقى عدد اللفات هنا وهنا وهنا واحد على اتناشر. طيب ماشي. كده بقى نقص لنا نعرف نصف الكتر الملف ده نصف الكتره عن المركز خمسة سمتي والملف ده بعده عن المركز يعني نصف الكتر بتاعه خمسة وخمسة عشرة والملف ده هيبقى الخمستاشر طيب هنجيب المحاصلة ازاي بص كده على انا هسمي الملف ده رقم واحد والملف ده رقم اتنين والملف ده رقم تلاتة لو تلاحظ ان واحد اتجاهه زي رقم تلاتة فدول هيتجمعهم اما اتنين عكسهم فهيترحوا منهم يعني انا قدر اقولك البي توتل عبارة عن بي واحد زائد بي تلاتة وهطرح منهم بي اتنين تمام تعالوا كده بقى نعوض البي واحد هتبقى ميو عدد اللفات واحد على اتناشر في الطيار ستة في الكل على تو الار هنا بكام اللي انا هبدأ بالملف الاجولاني هيبقى الار هنا خمسة سنتي يعني خمسة في عشرة السالب اتنين زائد الملف رقم تلاتة ميو عدد اللفات واحد على اتناشر طيار ستة على تو الار هنا المسافة دي لحد المركز اللي هي الخمستاشر خمستاشر في عشرة السالب اتنين مقص البي اللي جاية من الملف التاني ميو العدد اللفات واحد على اتناشر الطيار بستة على تو النصف الكتر هنا خمسة وخمسة عشرة عشرة في عشرة سالب اتنين هناخد عامل مشترك الميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عشرة وسالب اتنين اعمل مشترك. هنبدأ بقى نفتح القوص هنا. انا خدت الميو الواحد على اتناشر والستة. وخدت الاتنين على المشترك. تبقى ايه فوق? تبقى واحد. وهنا في ايه? خدت كمان العشرة وسالب اتنين على المشترك. بتبقى خمس. ازي? خدت الميو والواحد على اتناشر والستة والاتنين والعشرة وسالب اتنين على المشترك. تبقى واحد على خمستاشر. ادي السالب. خدت الميو الواحد على اتناشر والستة والاتنين والعشر اقول سالب اتنين بقى واحد على عشر هاجي هنا هقول على الستة فيها الواحد على الستة فيها الاتنين يبقى ده 100 على اتنين اتنين مقام في البسط مقام يبقى هنا 100 تنزل الاتنين وباقيها دي تضول الرفف الاتنين دي طلب أربعة في عشرة أسه pugان تعال انخلص دي بالقال الحزبة هتطلع واحد على ستة يبقى انت عندك 100 في البست عايز اعرف إيهل في المقام اربعة فستة باربعة ورشرين 24 في عشر أسه nationalism together 24 ميو على اربعة وعشرين منية. يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار الرقم به. السؤال رقم عشرة عندنا تلت اسلاك يمر بها طيار كهرابي كما هو موضح فعايز نقطة التعادل. يا طرح نقطة التعادل هتبقى عند سي ولا دي ولا عند النقطة بي ولا ولا توجد نقطة التعادل. طيب رقم واحد في الرسمة دي لازم اشوف التلت اسلاك عشان افرقه بين الخطوط اللي مرسومة في الرسمة. عشان كده انا لونت التلت اسلاك باللون ويسميهم. هسمي السلك ده رقم واحد. والسلك ده رقم اثنين. والسلك ده رقم تلاتة. وهاجي عند النقط اللي قالها عليها بالاختيارات زين نقطة النقطة. النقطة وصل لها تلت مجالات من تلت اسلاك. النقطة دي اللي عند النقطة اللي جاي لها من السلك الاول. تعالوا كده نشوف ادي السلك الاول. هيساوي مليون. طيار السلك الاول اي. على تو باي. المسافة بقى. ايدا نقطة ايد عالنقطة وايد عالسلك. هاعتبر المربع ده بي. يبقى تو باي دي. تمام. وفي نفس الوقت النقطة نفس النقطة البي عند السي جاي لها مجال من السلك التاني. تعالوا نكتبه ميو. فين السلك التاني اهو طياره اتنين اي. على تو باي. ضحزة بقى ايد عالنقطة وايد عالسلك المسافة ادي دي ودي ودي تلاتة دي. يبقى فيه تلاتة دي. طيب مجال السلك الاول اللي هو السلك رقم واحد. مجاله الابهام مع الطيار عند النقطة دي اكسات. يبقى انا هاجي هنا هكتب المجال انه هو عبارة عن اكسات. طيب السلك رقم اتنين. هنا اكسات يجي من ناحية نقطة. يبقى محقق نقطة عند النقطة سي. طيب نقص السلك تلاتة. البي القادمة للنقطة سي من السلك التالت عبارة عن ميون. طيار السلك التالت اي. على تو باي. ايدعى السلك التالت. وادعى النقطة هنلاقي مسافة واحدة يعني دي. طيب الاتجاه الابهام مع الطيار ناحية دي اكسات يبقى هنا نقطة. لو دي نقطة التعادل هي منطقة طرح فيها مجالات مختلفة. فالمفروض ان لو المجالات المختلفة دي تساوت. يعني انا هجمع اللي من نوع الواحد. مسلا هجمع البي اللي القادمة من السلك التاني والقادمة من السلك التالت. لو طلعوا بيساوي البي ديا يبقى كده فعلا نقطة التعادل. لان المجالات المختلفة بتختلف في الاتجاه. لكنها بتتساوى في المجدار. تعالوا نجمع دول كده. هنقول ميو في اتنين اي. على تو باي في تلاتة دي. زائد ميو اي على تو باي دي. ناخد الميو اي. الميو اي على تو باي دي. على المشترك. خدت الميو والاي والتو والباي والدي. تفاضل هنا اتنين على تلاتة. زائد. خدت الميو والاي والتو والباي والدي. يبقى فاضل واحد. هل المجدار ده. هيتساوى مع المجال ده. هل بده بيساوي الميو اي على تو باي دي. طبعا لا. هنا الميو اي على تو باي دي. بس مضروبة في رقم. اما هنا الميو اي على تو باي دي. مش مضروبة في حاجة يبقى اذا نقدرين مش بنساوي بعض اذا النقطة سي ما هياش نقطة تعادل طيب تعالوا نشوف النقطة التانية النقطة بي هل هي نقطة تعادل ولا لأ نجرب نروح النقطة بي هنلاقي برضو جاي لها تلات مجالات من تلات اسلاك البي اللي عند النقطة بي القادمة من السلك الاول ميو طيار السلك الاول اي على تو باي ايدعى السلك وادعى النقطة مسافة واحدة دي طب المجال ها الابهام مع الطيار يبقى الناحية دي اكسات طيب البي اللي عند النقطة بي القادمة من السلك التاني ميو السلك التاني طياره اتنين اي على تو باي ايدعى السلك اه وادعى على النقطة يبقى احنا كده مسافتنا دي والاتجاه يبقى هنا نقول الابهام مع الطيار ناحية دي اكسات يبقى هنا نقطة البي اللي عند النقطة بي القادمة من السلك التالت ميو طيار السلك التالت اي على تو باي ايدعى النقطة وادعى السلك المسافة دي طيب الاتجاه الابهام مع الطيار الناحية دي اكسات لو دي نقطة تعادل يبقى المفروض اللي من نوع واحد دولي جمعه ويكونوا مسويين للعكس يعني المجالات اللي هي داخل الصفحة تتساوى مع المجال الخارج من الصفحة تعال نجمع المجالات الداخلة للصفحة ميو اي على تو باي دي زائد ميو اي على تو باي دي هناخد الميو اي على تو باي دي على المشترك الميو اي على تو باي دي على المشترك تبقى هنا واحد زائد واحد حدين اتنين ميو اي على تو باي دي هل دي تتساوى مع الاتنين ميو اي على تو باي دي دهيا ايوة هلاقي فيه تساوي خلاص ادام المجال الداخل الصفحة ويساوي المجال الخارج من الصفحة ادام فيه تساوي اذا دي تعتبر نقطة تعادل يبقى الاختيار به هو الاختيار الصحيح ونقطة دي هي نقطة تعادل السؤال الرقم 11 في دائرة كهربية يوصل فلتاميتر عشان ييسفر الجهد عبر المقامة اول كما بالشكل وعند تبديل كباية البطارية فان كراءة الفلتاميتر هل تظل سبتة ولا تزيد ولا تقل ولا لا يقرأ احنا عندنا جهاز اسمه جلفانو متر الجلفانو ده مؤشره الوحيد اللي عند او صفر تدريجه صفر التدريج في المنتصر وفي عندنا الاميتر تدريجه بيبدأ من اليسار اليمين وكمان الفلتاميتر التدريج بتاعه بيبدأ من اليسار الى اليمين طيب الجلفانو مش هتفرق انت بتوصله ازاي لان المؤشر بتاعه لما يكون موجود عند صفر الكراءة في الاول يقدر ينحرف في هذا الجانب ويقدر ينحرف في هذا الجانب ويبقى مش هيفرق معاه طريقة التوصيل اما الاميتر كجهاز او الفلتاميتر كجهاز لو انت وصلته غلط مش هيشتغل لان المؤشر بتاعه عايز طريقة توصيل معينة عشان يعرف ينحرف في هذا الجانب لو انت عكست طريقة التوصيل وبدلت البطارية زي ما انت كنت موصل هيجي المؤشر ينحرف الجهة الاخرى هو مش مصنع بهذه الكيفية هو الاوبشن بتاعه ان يتحرك من اليسار الى اليمين يبقى اذا الاميتر والفلتاميتر ليهم طريق التوصيل معينة في الدايرة لو انت عكست طريقة التوصيل مش هينفع يشتغله بعكس مين بعكس اجل فانت هنا عايز تعكس تبدل الاقطاب وتعكس التوصيل طبعا ان الفلتاميتر في الحالة دي لا يقرأ يبقى الاختيار الصحيح رقم ده السؤال رقم 12 بيقول يبضعت بصلة بجوار سلك مستقيم يمر به طيار والسلك يوازي محور الابرة فان الابرة هيحصل لها ايه هتنحرف ولا مش هتنحرف ولا هيجرى لها ايه في نص كتاب المدرسة في التجربة اللي هي تجربة كان بيقول ان اللي هيمر لما يكون السلك لما يكون السلك موازي للابرة السلك فوق الابرة او تحت الابرة فالابرة بتنحرف يبقى هنا فيه شروط لانحرف الابرة لما تكون في حالة توازي يعني الاتنين اهم محطوطين في الاتجاه افقي يبقى لازم تكون يا الابرة فوق السلك يا تحت السلك علشان الابرة دي برضو لها اوبصر معين يعني الابرة دي بتبقى عبارة عن مؤشر بتحرك في هذا الجانب بنفعش يتحرك الاعلى والاسفل لا هي بتتحرك في هذا الاتجاه فعشان تنفع تتحرك لازم تبقى موازية للسلك اعلى او اسفله فهنا بيقولي ان وضعت بصلة بجوار سلك والسلك بيوازي المحور تمام بيوازي يبقى شرط بقى ان الابرة اما تكون فوق السلك او تحت السلك فان الابرة هنا قدم الابرة جنبه ما هيش لا فوق السلك ولا تحت السلك بساعتها لا تنحرف الابرة يعني الاجابة هتبقى رقم جي السؤال رقم 13 ملف لو لابي هتوضع حوله اربع بصلات في حالة عدم مرور طيار فهي تأخذ الاتجاهات دي دي في حالة عدم مرور طيار طيب عند مرور طيار فهي الاوضاع يكون صحيح لجميع البصلات طيب انا معايا اربع رسمات هل هو داني اتجاه الطيار لا يبا احنا عايزين نحل يعني مش عندي اتجاه طيار محدد بس انا عارفة ان لما الطيار هيمر في الملف اللو لابي هتتكون اقطع بقطب شمالي وقطب جنوبي القطب الشمالي بيقرب منه المجال في الخارج ويروح من الشمالي الى الجنوبي خارج الملف وداخل الملف من القطب الجنوبي للقطب الشمالي طيب هنا بيقول لي ان المجال داخل الملف من النحية دي وداخل الملف من النحية دي وده كده ما ينفعش لازم المجال يخرج من الملف من عند القطب الشمالي ويروح للقطب الجنوبي وداخل الملف من الجنوبي للشمال فده استبعدته طيب هنا السهم ده والسهم ده شبه ده وشبه ده وشبه ده وشبه ده طيب يبقى دام السهم متجه كده يبقى بيقول المجال هيخرج من هنا يبقى ده كده قطب شمالي عشان المجال بيخرج من القطب الشمالي المجال هيخرج من الكتب الشمالي هيمشي ازاي؟ هيمشي كده ويروح للكتب الجنوبي بس السهم ده كده صح والسهم ده كده صح بس السهم ده غلط لان المفروض انه لما هيمشي كده هيكون ده الاتجاه فالمفروض ان البصلة تبقى سهمها زي السهم اللي برسمه على المصار طبعا هي هنا متجهة الاسفل فالرسمة دي هتبقى خطر طيب تعالوا نشوف دي ده المجال هيطلع من هنا يبقى ده الكتب الشمالي يبقى هيمشي من الشمالي يروح للجنوبي تمام كده مظبوط ومن الجنوبي للشمالي اهو ماشي ادي كده السهم ده زينا هيعمل سهم اهو اهو السهم ده زي سهم البصلة تمام والسهم ده هيبقى زي سهم البصلة مظبوط طيب ونتأكد من ده هيخرج من الكتب الشمالي ويروح للكتب الجنوبي برضو السهم ده صح يبقى الاختيار الصحيح رقمي طب تعالوا نشوف الاختيار رقم ده غلط ليه هيخرج من القطب الشمالي ويروح للقطب الجنوبي هيخرج من القطب الشمالي الله تمفروض السهم كده رايح مش راجع يبقى دي كده خطأ تبقى الإجابة الصحيحة هي رقم جيل السؤال رقم 14 عندنا حلقتين دائريتين يعني العدد اللفات هنا واحد وعدد اللفات هنا واحد مركزهما المشترك واحد يمر بهم طيار فإذا كان R1 على R2 بتساوي نص R1 على R2 بتساوي نص ونسبة كسافة الفيض الأولى والتاني عند المركز يعني عندي B1 على B2 بتساوي طلت فعايز النسبة I1 على I2 احنا عندنا القانون الخاص بالملف الدائري البي بيتساوي U NI على 2R لما اجي اعمل نسبة مش هعملها بالMU لأنها متكررة فهتطير ومش هعملها بالN لأنها حلقة على دي اللفات واحد ومش هكتب بالN لأن الN هتطير يبقى أنا هكتب النسب بالI والR يبقى هقول B1 على B2 لما اجي ارس الI هرسها طردي زي الB يبقى I1 على I2 ولما اجي ارس الR ارس الR عكسي يعني R2 على R1 وعوض باللي عندي B1 على B2 بواحد على 3 A1 على A2 مجهولة R2 على R1 هنا R1 على R2 بنص يبقى R2 على R1 عكس دي يبقى 2 على 1 نضرب طرفين فاسطين يبقى هيا 2I1 في 3 ب6I1 بتساوي I2 طب أنا عايزة I1 على I2 أي واحد على I2 مترجعش فاضي يبقى 1 على ال6 يبقى النسبة 1 على 6 يعني الاختيار الصحيح رقم ألف السؤال رقم 15 سلك كما بالشكل يمر به طيار شدته 6 أمبير فإن كسافة الفيض في المركز O بتساوي إيه طيب تمام تعالوا كده فين المركز أهو ماشي يبقى احنا عندنا إيه هل السلك ده هيكله مجال عند المركز لا لأن السلك ليس له مجال على انتداده تمام طيب الجزء ده هعتبره ملاف دائري ده يبقى لي مجال عند المركز طب السلك ده لا لأن النقطة على السلك ما تنفعش والسلك ده برضو لا لأن النقطة على السلك طيب الجزء ده هعتبره ملاف دائري وهيجيب البي بأنا عند النقطة دي جاي لها بي توتل من عند الملف ده هعتبره ملاف دائري وده هعتبره ملاف دائري يا طره هيتجمع ولا لأ تعالوا كده نشوف اليد اليومنا ادي كده اتجاه الطيار يبقى هنا إكسات وقادي اتجاه الطيار هنا اكسات يعني هتجمع هيبقى بي واحد زائد بي اتنين تعالوا العول الملف الدائري ميو عايزة اعرف عدد اللفات هنا وعدد اللفات هنا انا معايا زاوية باي على اربعة باي على اربعة يعني مية وتمانين على اربعة بخمسة واربعين يبقى الزاوية دي خمسة واربعين وهنا باي على تلاتة يعني مية وتمانين على تلاتة يبقى انا عندي هنا الزاوية دي ستين طب عايزة اجيب عدد لفات الملف الاول هقول 45 على 360 هتطلع بواحد على الثمانية طب عايزة جيب عدد لفات الملف التاني هقول 60 على 360 هتطلع واحد على الستة طب تعالوا نعوض ميو الطيار اللي هنا طبعا كله طيار واحد بستة امبير في عدد اللفات الاول واحد على تمانية على تو الار هي زائد ميو الطيار بستة عدد اللفات بواحد على ستة طب الستة دي هتروح مع الستة دي وهناخد هنا عامل مشترك هنقول الميو عامل مشترك والتو ار اللي في المقام عامل مشترك خدت الميو وخدت التو والار فاضل ايه فاضل ستة على تمانية زائد خدت الميو والتو والار فاضل ايه مش فاضل حاجة يبقى في واحد يبقى انا هقول بالوقتي ميو على تو ار اخلص دي بالقالة الحزبة هلاقيها بسبعة على أربعة يبقى ميو فيه هنا سبعة وتحت هنا تنين فاربعة بتمانية يبقى سبعة ميو على تمانية أر هدور في الإجابات هلاقي الإجابة الصحيحة رقم جي سؤال رقم ستاشر عندنا قضيبان مغناطسيان عندما يوضعها في مستوى أفق واحد توجد بينهم نقطة تعادل واحدة فضعين لهما ولا نقطتين تعادل ولا قد لا توجد لهم نقاط تعادل فضع معين ولا جميع ما سبق تعالوا كده نشوف هو يقصد ايه انت عندك مغناطس طبيعي بس مش مغناطس واحد لما تحطهم في مستوى أفقي يبقى انت يأما أصاد بعض كده هنا N وهنا S أو يبقى هنا S و N بس يبقى هنا أصاده S و N دي احتمال وفي احتمال تاني ان يكون عندك المغناطس التاني فوق بعض بمنظر ده N و S وهنا N و S أو هنا N و S وهنا S و N دي الاحتمالات الممكنة يا تارى لو الاحتمالات دي رسمناها هل هيبقى عنه اختيار صحيح تعالوا نشوف الاختيار الأول هل في نقطة تعادل واحدة في وضعين لهم أدي وضعين لهم هنا في الوضع ده لما بيكون الكتبين المتشابهين قدام بعض بيبقى في منطقة فيها تكدس في خطوط الفيد فما عنديش نقطة تعادل نقطة تعادل يعني حتة فضية مش فيها مجال هنا المنظر ده كده ملهوش نقطة تعادل طيب هنا في نقطة ايه فيها نقطة تعادل لما يكون فيه بينهم تنافر بيبقى في منطقة ما فيهاش مجالات بتنعدم عندها خطوط الفيد فالمنطقة دي بتبقى نقطة تعادل يبقى أنا عندي وضعين هم فيهم واحدة فيهم نقطة تعادل يبقى ال الف دي صحيحة طب ممكن يبقى ليهم نقطتين تعادل لو أنا جيت رسمت المنظر التاني لما بيكون الأقطاب فوق بعضها أهل هلاقي هنا في نقطة تعادل واحدة بس بصوا على الرسمة دي هلاقي اليمن دي فيه هنا فراغ وهنا فراغ لما بيكون فيه تنافر كده بيبقى المنطقة دي فضية خالية من الخطوط والمنطقة دي كمان خالية من الخطوط يعني الرسمة دي فيها نقطتين تعادل في حين ان الرسمة دي فيها نقطة تعادل واحدة يعني قد تكون فيه نقطتين تعادل دي كمان صحيحة أيوة فيه رسمة بيبقى فيها نقطتين تعادل طيب قد توجد لهم نقاط تعادل في وضع معين أيوة الوضع ده مفيش نقطة تعادل فيه طيب جميع ما صبق يبقى فعلا الإجابة الصحيحة رقم ده الجميع ما صبق سؤال رقم 17 عندنا القضيب استوانا طول القتلته وإن يتحرك منزلك على مستوى ميل ده مستوى ميل بسرعة منتظمة يمر به طيار أي خل بالك من سرعة منتظمة ده معناه أن محصلة القوة اللي بتأثر على السلك متساوي كما بالشكل وتحرك في مجال اتجاهه لأعلى فإن كسافة الفض تحسب من العلاقة تماما احنا دلوقتي عندنا السلك ده طياره اتجاه الطيار فيه إلى الداخل واتجاه المجال فيه لأعلى أقدر من هنا أحدد اتجاه القوة بقعدة فيلمين لليال اليسرى هقول المجال الأعلى والطيار للداخل إذن هيتأثر بقوة في هذا الجانب أدي الاف المغناطسية الاف دي عبارة عن بي آي ال تمام وطبعا الزاوية التسعين قد القوة وده المجال أهو يبقى بي آي ال طيب وفي نفس الوقت هذا السلك هيتأثر بقوة الوزن الأسفل مجي بتأثر في اتجاه الجاذبية يبقى مجي لأسفل طيب أنا دلوقتي السلك بتحرك على المستوى الميل أنا عايزة أخلي الكوة اللي بتأثر عليه تكون فين اتجاهها على المحور الميل ده كده معناه أن أنا لازم أحللها طيب هحللها إزاي؟ هاجي هنا مثلا عايزة ده هعتبره ده محور السينات في المحور الصداط الخاص به هبني أنا كده أهو بحيث إن ده يبقى عمودي على المحور الميل وبالتالي كده هحلل القوة مجي بس لازم يكون معايا زاوية طبعا ده كده عمودي على المستوى الميل الزاوية دي أهي دي كده تسعين يبقى دي ستين يبقى دي تلاتين طيب لما نيجي نحلل كده لو أنا هستخدم الزاوية تلاتين فأنا هقول هنا مجي صين تلاتين عشان أجيب الامجي دي هنا هستخدم الزاوية دي وأقول صين تلاتين طيب الاف دي عشان أحللها عايزة أجيبها هنا هون على المحور الميل عشان الجسم يتحرك على المحور الميل وعايزة كل القوة تظهر على المحور الميل طيب لما يكون دي عندي دي ستين ودي تلاتين دي كمان هتبقى الزاوية دي هتبقى عندي بتلاتين وديا هتبقى بستين طيب الضلع ده اللي هو جنب التلاتين هيبقى عندي هنا حل القوة دي اللي هي بال بي آي إل بس هقول إيه بقى صين تلاتين أسفى كزين تلاتين دي كزين عشان الزاوية لما باجي أحلل على الضلع اللي جنب الزاوية بياخد كزين كزين تلاتين تمام يبنى دي بوقتي هساوي القوة اللي بتأثر على السر ده الأسفل ده الأعلى على المحور المايد هساويهم ببعض عشان هو أقلي سرعة منتظمة يبقى ال-M-G-С-30 هتساوي B-I-L كوزين 30 تمام طيب ماشي يبقى ال-B هتساوي البيعيد على الأرية M-G-صين 30 على I-L- Никوزين 30 سين 30 علىytЯ 30 احنا بنسميها تان 30 يبقى انت عندك ام جي على اي في ال في تان تلاتين هتطلع معي الناتج هتطلع في الاخر ام جي على جزر تلاتة اي ال هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم دي سعر رقم 18 من خواص خطوط الفيد كل مما يأتي مع ده عايز الحاجة الغلط مش الحاجة الصح اولا لا تتقطع دي صح بتتنافر معا دي تعتبر صح يعني ممكن الخطوط تحدث بينها تنافر دائما مشدودة وتعادل تقصير طولها برضو المعلومة دي صحيحة عن خطوط الفيد لكن تتزاحم في المجال الضعيف دي مستحيلة شوية لان هي في المجال الضعيف ما بتتزاحمش تتزاحم في المجال القوي يبقى تتزاحم في المجال الضعيف وتتباعد في المجال القوي الرقم دي دي هي الخطأ فدي اللي انا هاخترها لان هو عايز ما عدا ايه يبقى الاختيار الصحيح رقم دي سؤال رقم 19 في الشكل سلك مستقيم في مستوى وفقي توجد بصلتين اي و بي عند مرور طيار في السلك فان البصلة هتنحرف ازاي؟ اولا احنا اتفقنا ان لما تكون البصلة السلكي موجود كده افتوا البصلة بالمنظر ده عشان تنحرف لازم تبقى البصلة فوق السلك او تحت السلك جنبه لا؟ على امتداده هنا؟ لا يبقى الاجابة الصحيحة كيف لا تنحرف ايا منهم سؤال رقم 20 عندنا سلكين متعمدين احدهما في مستوى افقي والاخر في مستوى رأسي ويمر بهم طيار كهربي اولا لما يكون عندي سلك افقي وسلك رأسي فهيبقى عندي مجالين مجال افقي ومجال رأسي فهتبقى المجالات متعمدة وبالتالي المجالات لما تكون متعمدة مش بيبقى عندي نقطة تعادل اذا لا توجد نقطة تعادل لهم مدام المجالات متعمدة في عندنا مسألة كالجاد في امتحان تجريبي رقم 21 عندنا سلك معدني معزول مساحة مقطع السلك ايه؟ بمساحة مقطع السلك بالساوي 4 و 25 من مية فعشرة السالب سبعة تم ملفه بإحكام على استوانة للحديد المطاوع كترها دي كتر الاستوانة لتكوين ملف لو لا بي لفاته متمسة اول ما بسمع كلمة لفات متمسة باستخدم القانون اللي بيقولي ان عادل لفات بيساوي الملف على 2R سلك مهم القوانين دي نحفظها دي كده انت استخدم القانون ده لما يقول اللفات متمسة ماشي وعند توصيل طرفي الملف البطارية قوتها الدفع 10 فولت ومهملة المقاومة الداخلية فكان الطيار عندي قيمة الطيار 5 والمقامة النوعية بواحد وسبعة من عشرة في عشرة قسار بتمانية قوم في مت ومعامل النفاذية للحديد المطاوع عندي النيو بي اتنين من الف تمام فإن كسافة الفيت عايز كسافة الفيت هقولي دي للملف اللي ولا بي ميو ان اي على الان طيب ادي النيو هسيبها والاي هسيبها والال ملف هسيبها هشيل الان واكتب القانون بتاعها اللي ملف على 2R سلك اللي ملف هسيبها مع اللي ملف وعوض هتبقى عندي الميو اتنين من الف في الطيار قيمته 5 على 2R سلك مش عندي هحاول اجيب R سلك منين R السلك اجيبها من مساحة مقطع السلك احنا عندنا مساحة مقطع السلك اللي هي 4 و 25 من 100 في عشرة قسي سالب 7 بتساوي باي R تربيع طيب انا عايزة اجيب R تربيع بل R تربيع هتساوي باعدة القريب 4 25 من 100 في عشرة قسي سالب 7 على البي طب عايزة R بس اجيب الجزر جزر 4 و 25 من 100 في عشرة قسي سالب 7 على البي هتطلع معي R كميتها 3.678 في عشرة قسي سالب 4 متر جبت ال R اطلع عوض بيها هنا انا هكذا نقص لي هنا R سلك هكتب 3 و 6 من 10 و دي السبع في عشرة قسي سالب 4 كده هستخدم الكلام ده على الالة الحسبة هتطلع معي البي كميتها 13 و 6 من 10 تسلا هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم B 13 و 6 من 10 تسلا سؤال رقم 22 سلك منتظم المقطع شكله على هيئة مسلس متساوي الاضلع طول دلع عشرة البي ده عشرة و ده عشرة و ده عشرة وعليك رأسيا نمر به طيار شدته 4 أمبير يبا احنا عندنا قيمة الطيار 4 أمبير موضوع في مجال موازن مستوى للمسلس كسافة الفيض البي بتساوي نص تسلا فعايز عزم سناء القط عزم سناء القط بم دي عبارة عن I في A في N هنا عدد اللفات بواحد يبا ناقص I والA الطيار بربعة المساحة مساحة المسلس نص القعدة في الارتفاع نص القعدة اللي هي عشرة فعشرة وسسالب اثنين في الارتفاع الارتفاع بقى هنجيبه بزورس من المسلس ده ده الارتفاع هنجيبه من المسلس ده يعني احنا عندنا كده الجزء ده خمسة والوطر هنا بعشرة عندنا عايزين الارتفاع ده يبا هنقول الجزر التربيعي مربع الوطر ناقص خمسة تربيع هيطلع معايا الارتفاع حوالي خمسة جزر تلاتة يبا نص القعدة في الارتفاع في خمسة في جزر خمسة جزر تلاتة في عشرة أسسالة باثنين عشان أحولها لمتر هنحسب الحزب دي هتطلع معايا اثنين تلاتة سبعة واحد صفر علامة أمبير في متر مربع طبعا مش هلاقي الإجابة دي موجودة فهحولها هضربها في عشرة أسسالاتة هتطلع سبعتاشر واثنين وتلاتين من مية ميلي أمبير في متر مربع يبا أنا هدور كده في الاختيارات هلاقي الاختيار المناسب رقم ألف سؤال رقم تلاتة وعشرين عندنا أميتر به يعمل قوة الدفع الكهربية واحد ونص غولت الفي باتري بواحد ونص غولت المقاومة عشرين أوم أنا مش عارفة العشرين أوم بإيه بس ممكن أعرف أقصى طياري إيسو الآي جي بالساوي عشرة أسالة ثلاثة أمبير تماما فإن قيمة المقاومة التي توصل بترفي الجهاز تجعل قرأته عشرة في المية من التنزيل طبعا بيسأل عن الآي وإن الآي هتبقى عبارة عن عشرة في المية يعني عشرة على مية يعني واحد من عشرة آي جي تمام طيب أنا دلوقتي هل دي أر جهاز ولا أر مين أنا ممكن أعرف أر جهاز أر جهاز بتساوي الفي على الآي لو أسمت الواحد ونص على العشرة والسالب ثلاثة هيطلع معايا الأر جهاز بحوالي خمستاشر ألف هتطلع معايا بألف وخمسمية بألف وخمسمية طبعا يبا دي مش آر جهاز يبا أنا كده عرفت آر جهاز بكام أنا مش محتاجة غير الآر بتاعة الجهاز الأوميتر من الداخل وأحسب المعادلة بتاعت اللي هي آي جي على الآي بتساوي آر جهاز زائد الآر إكس على الآر جهاز الآي جي هسيبها آي جي والآي هكتب مكانها واحد من عشرة آي جي هيساوي آر جهاز اللي هي ألف وخمسمية زائد الآر إكس على الآلف وخمسمية هنضرب طرفين فوسطين بس دي هبطر معدي واحد من عشرة في ألف وخمسمية طلع بمية وخمسين زائد واحد من عشرة آر إكس هتساوي ألف وخمسمية يبقى واحد من عشرة آر إكس بالساوي ألف وخمسمية هنشيد منها مية وخمسين هتطلع معايا ألف تلتمية وخمسين يبقى الآر إكس هتساوي ألف تلتمية وخمسين على واحد من عشرة هيبقى معايا الناتج 13500 اوم هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ده سؤال رقم 24 عندنا ملف لو لبي طوله 20 سنتيمتر يبقى انا عندي ال L ملف بتساوي 2 من 10 متر حولتها وعدد اللفات 100 لفة يبقى ال N بتساوي 100 لفة والمقاومة R بتساوي 6 اوم مقاومة الملف تمام حول سلك حديد يعني ملفوف حولين سلك من الحديد نفاذيته 4 من 1000 الميو عبارة عن 4 من 1000 وبيتصل ببطارية كما بالشكل بطارية 11 فولت ومقاومتها الداخلية 2 اوم فعايز التغير في كسافة الفيت قبل وبعد غلق المفتاح عندما تبقى مقاومة سلك الحلقة 12 اوم يبقى هنا الاختلاف هيبقى عبارة عن ان المفتاح في الاول مفتوح وبعدين هنقفل المفتاح طبعاً لما بنفتح المفتاح او بنقفله اللي بيتغير الطيار فانا يهمني طيار الملف لان طيار الملف هتحدد عليه البي هنجيب البي في حالة الطيار الاول ومفتاح مفتوح طيار الملف ونجيب منه البي وبعدين نجيب البي في حالة ما نقفل المفتاح بالطيار الجديد وبعدين نجيب الطيار طيب ونفتاح مفتوح كأن الجزء ده مش معنا ونفتاح مفتوح كأن هجيب الطيار بقى هقول الاي بيتس promised b better اللي هي 12 على مقاومة الملف بس اللي هي 6 زائد المقاومة الداخلية اللي هي اتنين. هيطلع معايا قيمة الطيار واحد ونص بناء عليها درجيب البي للملف اللولابي ميو ان اي على ال ال. نعود. الميو عندي باربعة من الف وعدد اللي فات بمية. والطيار اللي هيمر واحد ونص على الاساس دي هتبقى داير التوالي بس. مفتاح ده هنا وفتوح. ماشي. على ال ال ملف اتنين من عشر. هتطلع معايا البي واحد تلاتة تسلة. طيب لما نقفل مفتاح. احنا عندنا مقاومة السلك الحلقة عبارة عن اتناشا. فلما نقفل مفتاح ومعمولها الحلقة هتتقسم نصين. هيبقى هنا ستة اوم وهنا ستة اوم. هيبقى الستة والستة متوصلنا على التوازي تخلصهم تلاتة اوم. يبقى انا عندي دلوقتي البطارية. هتجيب طيارها يتوزع جزء على الملف. وجزء هيمر على الفرع اللي فيه الحلقة. طيب دلوقتي اللي يهمني طبعا طيار الملف. تعال نحسب الاول الطيار الكلي. في حالة غلق المفتاح. الاي هتساوي الفي بتاري اللي هي اتناشا على المقاومات كلها. هنا ستة اوم. وي متوصلة على التوازي مع تخلص دول اللي هما تلاتة يبقى اتنين. زائد المقاومة الداخلية يبقى اتناشا على ربعة فيها التلاتة امبير. طيب نعود بقى في لا لسه هنوزع الطيار. ده كده الطيار الكلي اللي هيخرج من البطارية تلاتة امبير. هيجزق هنا طبعا دي مقاومة ضعف دي. فهنا هياخد تلتة الطيار. لما يكون عندي مقاومة زي مثلا الستة والتلاتة طبعا في مقاومة ضعف التانية. فالمقاومة الكبيرة هتاخد تلتة الطيار يعني تلتة التلاتة. والمقاومة الصغيرة هتاخد التلتين. تلتين التلاتة. يعني ده هياخد واحد امبير. وده هياخد اتنين امبير. فلما نيجي نعود هنقول ان البي بالساوي الميو اللي هي أربعة من ألف في عدد اللفات اللي هي مية في طيار الملف اللي هيبقى قمته واحد على طول الملف اللي هو هيدنزل وهو اثنين من عشرة هيطلع الناتج اثنين تسلا تعالوا بقى نجيب الدلتا بي كانت تلاتة بقيت اثنين يبقى التغير واحد تسلا هضغف الاختيارات هلال اختيار الصحيح رقم ألف السؤال 25 عندنا سلك A B C D طول السلك واحد من اثنين من عشرة شكلها بحيث يصنع الكوز دوا فإن الزاوية دي 30 ماشي في المركز لدائرة نصف كترها R ده R ومر بي طيار شدته 3 أمبير فإن كسافة الفين طبعا ده كده هيحسب على إنه ملاف دائري أما السلك ده ملهوش مجال عند امتداده ولا عند النقطة دي لأنها تعتبر على السلك يبقى المجال بس خاص بالجزء ده بس يبقى احنا عايزين نتعامل معاك إنه ملاف دائري ال B بساوي U N I على 2R تمام الميو مش في منها مشاكل المشكلة في عدد اللفات بس نقدر نجيبها عدد اللفات بيساوي سيتا على 360 والزاوية هنا 30 على 360 هتطلع 1 على 12 عرفنا العدد اللفات وعندنا طيار في مسألة معروف إنه I بيساوي 3 أمبير المشكلة كمان في ال R هنا ال R مش معروفة بس أنا عارفة إن السلك هيشكل المحيط المسلس ده أو الجزء ده يعني المحيط بتاعه عبارة عن الطول ده فواحد واثنين من عشرة واحد واثنين من عشرة شكلت ال R زائد ال R زائد 1 على 12 من المحيط 2 by R هنا نصف القطر R كابتل ثاني كده السلك ده كده محيط السلك ده هو طول السلك المحيط ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الحتة دي R وديا عبارة عن واحد على 12 من المحيط واحد على 12 واحد على 12 من المحيط 2 by R زائد ال R للنحية دي طيب هنأخذ ال R على المشترك واحد واثنين من عشرة هنأخذ ال R على المشترك هيبقى عندك واحد زائد واحد زائد خط هنا ال R على المشترك وهتختصر دي مع دي هتبقى عبارة عن باي على ستة يعني ثلاثة واربعتاشر من مية على السبت تمام هنقول ال R بقى هتساوي يبقى هنا عندنا R أو ال واحد واثنين من عشرة بتساوي R هنخلص دي بالقال الحسبة هتطلع سبع خمسة سبع على تلتمية يبقى أنا عندي بقى ال R بالساوي البعيد على القريب يبقى واحد واثنين من عشرة في تلتمية على سبع خمسة سبع هتطلع معايا قيمة ال R هتطلع معايا قيمة ال R بسبعة واربعين من مية متر هنيجي بقى هنحسب ال B هنقول ال B بالساوم U يعني أربعة باي في عشرة ستسالب سبعة في عدد اللفات اللي هي واحد على اتناشر في الطيار اللي هو قيمة وثلاثة على تو ال R حسبناها بسبعة واربعين من مية هيطلع الناتج تلاتة واربعة وثلاثين من مية في عشرة والسالب سبعة تسلة مش هلاقيها موجودة بس هلاقي دي شبهها بس دي بالنانو فأنا هضرب في عشرة وستسعة هضرب في عشرة وستسعة عشان أحولها النانو هتطلع معايا تلتمية اربعة وثلاثين نانو وتسلة يعني الأقرب اختيار حيبو الاختيار رقم ألف